أعربت مصر عن خالص تعزيها إثر حادث تحطم طائرة مروحية بالأمس تابعة لقوات حفظ السلام لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية القنو الديمقراطية وذلك في إقليم شمال كيفو الواقع بشرق البلاد ما أسفر عن وقوع ثماني ضحايا من أفراد البعثة من كل من باكستان وروسيا وصربيا عبرت مصر عن صادق مواستها لجمهورية باكستان الإسلامية وروسيا للتحادية وجمهورية صربيا ولأسر الضحايا مؤكدة على تضمنها الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية في جهودها للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالبلاد